جهازك iPhone معناته تستخدم الـ App Store وهذه شوية معلومات لازم تعرفها اول شيء اذا رحنا عن تطبيق الـ App Store وتمينا ضاقطين على التطبيق رح تطلع معي لسته لو ضغطت على اخر واحدة Purchased رح تطلع معي لستة التطبيقات اللي انا شاريها على هالجهاز او على اي جهاز ثاني مسجل على اكاونتي اهني رح اشوف التطبيقات اللي انا شاريها على جهازي ولو ضغطنا على Not On This iPhone راح أشوف التطبيقات اللي أنا شريتها على أجهزة ثانية مسجلة بحسابي بأي وقت أقدر روح عند أي واحد من هالتطبيقات إما أفتح التطبيق لو كان عندي أو أسوي له داونلود مرة ثانية كذلك لو أنا ناسي التطبيقات هذه حق شنو كنت أستخدمها ممكن أضغط على أي تطبيق أتم ضغط عليه راح يتبطل للتطبيق وأقدر أشوفه عن شنو وبعض التطبيقات اللي أنا ما قمت أستعملها أبدا ولا أبينزلها ممكن أسوي سوايب على الإيسار وسوي لها هايد شذي راح تختفي من اللستة لو ضغطت على أكاونت اللي موجودة عندي بالزاوية فوق راح أروح عند الإعدادات الخاصة بحسابي بهالإعدادات راح أشوف شيء اسمه سبسكريبشنز وهذا اشتراكاتي وهذا أمر الناس وايد يغفلون عنه راح أشوف أنه عندي تطبيقات ينقل لها أكتف وتطبيقات ينقل لها إكسفايرد تطبيقات الأكتف هي التطبيقات اللي قاعد قدم لي خدمات مقابل فلوس أنا دافعها وهذه التطبيقات تحته فيه تاريخ معين بهالتاريخ راح يتم الخصم من حسابي تلقائيا لتجديد الاشتراك بعض التطبيقات اللي بالاكتف ممكن التاريخ اللي تحت مكتوب جدامه إكسفايرد معناته بهالتاريخ الخدمات راح توقف مثل هالتطبيقات تكون أنا اشتركت فيها يمكن لسنة جدام لكن بنص السنة أنا وقفت الاشتراك فما زلت أتلقى خدمات إلى أن تنتهي السنة وما راح يصير تجديد التطبيقات اللي أشوفها تحت إكسفايرد هذه التطبيقات أصلا أنا وقفت الدفع لها واشتراكي معها انتهى من زمان وخدماتي وقفت وايد مهم بين فترة والثانية أشوف القائمة هذه وتأكد أن أنا مو قاعد أدفع حق شي ما أستخدمه لو أبي أوقف واحد من التطبيقات الأكتف أضغط على التطبيق بعدها راح أشوف علامة صح جدام الخدمة اللي أنا مشترك فيها مجرد أضغط على cancel subscription راح أوقف الاشتراك بضغط على دن اللي عندي فوق وبرجأ حق القائمة الرئيسية اللي كانت عندي راح أشوف تحت لستة التطبيقات اللي توا صار لها update أي تطبيق من هذول لو أسوي إلا swipe على اليسار أقدر أمسحه من الجهاز الحين بنتقل حق settings أو الإعدادات أنزل لي تحت وروح أضغط على iTunes and App Store راح أشوف عندي مجموعة خيارات متعلقة بالautomatic downloads أول خيار موجود عندي لو شغلته أنا قاعد أقول حق جهاز الآيفون اللي عندي أني لو نزلت تطبيق على أي واحد من أجهزتي اللي شغاله على أكاونتي أبيك نفس التطبيق هذا مثل ما ينزل هناك تنزله هنا بشكل أوتوماتيكي كذلك الخيار الثاني لو شغلته الكتب والكتب الصوتية اللي تنزل على الأجهزة الأخرى راح تنزل عندي هنا ثالث خيار وايد مهم أني يكون شغال وبهالحالة أي تطبيق يحتاج تحديث راح يتحدث بشكل أوتوماتيكي بدون ما يستأذن مني ننزل بعدين تحتها عند الموبايل ديتا الautomatic downloads لو كانت شغالة معنات لو ما كنت شابك على شبكة واي فاي وحاولت تنزل تطبيقات راح تنزلها عن طريق الموبايل ديتا بمعنى أصح راح تستهلك باقة الإنترنت المقدمة لك من شركة الاتصالات وتحتها على طول راح نشوف خيار لو نضغط عليه أشوف داخل ثلاث خيارات الخيار الأول always allow معناته أي كان حجم التحديث أو حجم التطبيق اللي أبي أنزله ينزله على طول عن طريق الموبايل ديتا بدون ما يستأذن مني الخيار الثاني إذا كان حجم التطبيق أو التحديث أكبر من 200 ميجا بايت يستأذن مني قبل ما يسوي له داونلود عن طريق الموبايل ديتا الأوبشن الثالث أي أن كان حجم التحديث أو التطبيق يستأذن مني قبل ما يستخدم الموبايل ديتا أرجع مرة ثانية عند القائمة ونزل تحت في عندي أوبشن مكتوب راح تلاحظون أغلب التطبيقات لما نستخدمها بعد فترة يطلع لك مسج من التطبيق يقول لك تعال قيم التطبيق أو اكتب لي رايك لو سكرنا الخيار هذا ما راح نشوف المسجات هذه تطلع لنا بالتطبيقات اللي نستخدمها الخيار الأخير بين فترة والثانية أحنا ننزل وايد تطبيقات وجزء كبير من هالتطبيقات أحنا ننزلها نستخدمها مرة بعدين ننساها شهور لو الأوبشن هذا كان شغال الآيفون من نفسه راح ياخذ التطبيقات اللي أنت ما تستخدمها من فترة طويلة ويمسحها من الجهاز هذه كانت معلومات سريعة يمكن وايد ناس ما يعرفون